ممكن تعطيني شوان كانت البداية؟ طيب انا حاطيك البداية اللي تسمح لي قبل هذا لانه هو الفكرة دعوية بس انا بعطيك كيف بدأ مشروع الدعوية والافكار الدعوية تدخل في رأسي لانه من الافكار هذه وصلت لمرحلة هذه اللي مشروع الدعوية تكلم عنه اللي في كندا انا تقريبا يعني الى ما وصلت 15 سنة من عمري يعني وقتها يعني كنت الشاب يعني مجرد نشأت على التلفزيون وعلى الاصحاب والاصدقاء فما كنت حتى صلاة ما كنت اصلي مثلا مجرد حياتي كلها التلفزيون وبرامج هذه حياتي العادية يا حتى صلاة والله ما اصلي سوأتها الخامس فالقصة باختصار انه خالتي اعطت اهدت امي شريطين شريط بعنوان واه تز العرش وشريط اخر فيعني في اجازة الصفية كنت بديت يعني كان عندي فراغ كبير جدا وشفت برامج وشفت تلفزيون خلاص يعني ما في وقت يعني طفشت شفت المسلسات شفت الافلام او اسوي حاجة مختلفة شفت الاشرط اهالي فشفت الشريط الاولة واه تز العرش ما نسع ما حرق فيه شي عادي فيه شيط الثاني الشريط الثاني بعنوان من الطارق هذا حق الشيخ نويل عوضي حقي انا طبعا ما اسمع محاضرات ولا اسمع شيء فشغلت الشريط وشغلت المسجل ما نبطار كان عن انت تفتكر يا شيخ انه الموت انه ملك الموت يأتيك ولا يطلق الباب حركني نفضني نفذ حسسني اني انا عايش في عالم اخر يعني الموت هذا ما كنت افتكره ولا كنت اتفكر فيه ولا كنت حاطه في بالي اصلا بكيت وتأثرت وتغيرت مباشرة ذهبت الى التسلات اسلامية قلت لهم اخذت شيء قلت ابغى الشيخ هذا ابغى الشيخ هذا تجيبوا لي اشرطه قالوا هذا الشيخ نبي عوضي عطوني كل الاشرطة كم كان عمرك؟ كان عمر 15 سنة هذا قبل 10 سنة من انا و 9 سنة من انا بس هذا يا شيخ يعني وانا قلت هذا شيء اقوله امامك يعني انت كنت السبب بعد الله سبحانه وتعالى وخالتك اللي جزاه الله خيرك في اني تغيرت والله اي صحي خالتي اهدت لك انا ايضا اقوله